اليومين دول عندنا مشكلة غريبة قوي في مشكلة الأوعية الطرفية الأوعية الطرفية تبرد وزي ما يكون الأوعية بتتقفل وطبعا ساعات تبقى الأطراف وإحنا دخلين على الشتة تبقى الأطراف تلج وساعات بعض الأولاد والبنات إيديهم ساعة ورجلهم ساعة الكلام ده ممكن نسكت عليه بالطبع لا ليه مش هنسكت عليه لأنه حضرتك ممكن يكون برودة الأطراف دي مشكلة يعني لو هي عادية وبسيطة يبقى أنا هدفي إيديا شوية هدفي رجلها شوية خلاص بيت كويس لكن أنا أنام إيديا ورجلها متلجين واصح إيديا ورجلها متلجين لا ما ينفعش ده كده ممكن يحصل يعني غرغرينة للأطراف ودمور لأنه مش وصل لها أوعيق مش وصل لها دم لازم أطرافك تبقى سخنة ورجلك تبقى سخنة أنت لو رجلك سخنة ممكن أعليج لك الكحة أو الحاجات اللي في الأبر رسبيراترو كمان لأن فيه ناس بتبرد نفسها قوي فهل يترى برودة الأطراف دي ساعة برودة الأطراف دي نتيجة مثلا أدوية الضغط مع ناس كبيرة هو بياخد أدوية الضغط فالمفروض مثلا أنه يعمله يعني نقول إيه توسعة في الأوعية الخارجية مثلا يبقى المفروض أنه يرفع ده كحرار مع ناس بيجيب العكس طيب ممكن ممكن مثلا يكون الظاهرة دي بسبب مثلا حاجة موجودة في الثوركس زي سوراسيك أوتلت سندروم مثلا ممكن يكون عنده أسروسكولوروزس يعني تصلب شرعين ممكن يكون عنده حاجة بتسدله الأوعية الخارجية زي بيرجر مثلا ده مرض انسداد الأوعية في المدخنين لما الناس بتدخن خلي بالك معايا لما الناس بتدخن كتير الأوعية الطرفية بتتقفل ده أنا جالي ناس مش الأوعية الأوعية الطرفية بس ده الأوعية الطرفية وعنده الرجبة وعنده مش عارف إيه وبدأت الأوعية تقفل وطبعا نروح عند الدكاترة يقول له ده احنا انت دخلت في باسكولايتس ودخلت في بقى في كولاجين ديزيز ونفضل نعمل تحيوة وهو بيدخن 40 سجارة في اليوم التدخين الكسيف حتى اللي بيشم دخان ممكن يفيله الأوعية والله ويعمل له قرح يعمل له قرح مين تاني بيغفل الأوعية اللي بيغفل الأوعية العلاج الكيماوي في ناس بتاخد كيماوي تلاقي الأوعية قفلت ندور لها على وريد ولا شو لم ما بنلاقيش الأوعية قفل لدرجة ان جاني مريض من كتر ما الأوعية تقفلت بيجوله قرح يعني الجلد بقى اي انفكشن تتقرح لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شيرو لايك واشترك في قناةنا على يوتيوب السحة تشانل